اشتركوا في القناة الله سبحانه وتعالى وحقاً أحمد إنسان بمعنى الكلمة ترتبط به يمكن أكيد حدك تعرفه أحمد ترتبط به إنسانياً بقوة جداً علاقتي أحمد رفعت قوة أكتر في الفترة الأخيرة على المستوى الإنساني والشخصي حتى منكمل فحوصاتنا بنقعد ندردش مع بعض بنرتب الدنيا بنقعد بقى نتكلم يعني عارف قطع بينا ربنا أرحمك حباك كنت معا في اللحظات الأخيرة فجر اليوم مظبوط مظبوط إيه اللحظة ده ما فيش إحنا كان آخر متابع كان عندي في العيادة أولاً قبل ما اتكلم فضل يمكن أنا ما كنتش حابب أن أنا أظهر في الإعلام الفاتحة وده حاولت أنا وفريق الإعداد ولكن حضرتك أنا عارف أن أنت كنت حابب توضح كثير من الأمور التباية لكن لما لقيت الدنيا بدأت الأمور تبدأ تاخد مسارات وبدأت الناس تبدأ بقى عارف قيلة وقال وقالة دي كلها صح كنت حتى من نهاردة يعني إن كان حضرتك هتبقى آخر واحد أن أنا أتكلم معاه خالص لأن المواضيع ما فيهاش كلام يتحكي ولكن أنا وضحنا الحقائق وهوضح من حضرتك النهاردة وفيه زملة معنا كمان في الفريق المعالج لأن لازم الناس تبقى عارفة تفاصيل إن ما تم عرفها تعمل على أعلى مستوى تعمل في مستشفى الدولة تعمله أحسن حاجة تبقى للبروتوكولات العالمية ولكن برضو في الآخر يبقى قضاء الله وقدره وقضاء الله هو اللي نافذ رفعت حضرتك يعني لو هتكلم بس في خلال العشرة يام اللي فاته بس كان موجود عندي في العيادة أنا كل مرة بيجي ببقى مبسوط أكتر من المرة اللي قبلها لأن انت بتلاقي إن الأمور بترجع بشكل طبيعي الأمور بدأت تتحسن رفعة كفاية القلب آخر مرة كانت 50% كانت حضرتك كفاية الشخص الطبيعي من 55% إلى 65% رفعت خلاص إحنا بدأنا نوصل لمرحلة كويسة قوي بقى فيه انتظام لضربات القلب الدنيا بقت كويسة جداً هو نفسه يقول لي أنا بقت كويس موجوده بقى أحسن إحنا شفناه في أحد البرامج أول مرة يطلع ومعدين راح لفرقته وكنت دايماً حتى دايماً يقول لي أنا هعمل كذا أقوله طيب بس خد بالك ما نعملش موجود ما نعملش كذا خليني إحنا لسه في مرحلة تقدر تقول لي يا رفعة إحنا في مرحلة التعافي حنبدأ بقى نخش مرحلة التأهيل قريباً خلاص في نقطة بقى أنا عايز أتكلم فيها النهاردة أخبال حضرتك ليه كانت دي كانت أحد الحاجات اللي هي يعني خلت الواحد يعني كلام الناس عمالة بتقول كلام فيمكن فيه زومة اللي قالوا أجماع ارجعوا اللي بيعالجوا من الشخص يعالجوا فريق كامل على أعلى مستوى من أستاذة والسشهرين في القلب والأسطرة والقلب الرياضي والتأهيل القلب الرياضيين والرعاية المركزة ولكلا مع كونسولته كامل ده مش كده وبس رفعت حاجته كلها اللي اتعاملت اتعرضت في مؤتمرات القلب وكان آخرهم في مؤتمر في اسكنديرا من أكبر مؤتمرات القلب اتعرضت على الأجانب هناك عشان نناقش كل كبيرة وصغيرة عشان نعرف رفعت ده الوضع الحالي اللي احنا فيه دلوقتي هل احنا فيه حاجة محتاجين نعملها تاني زيادة ولا لا هرجع بس بالأمور بالأحداث بالسرعة كده اليوم 11-3 النار ده دكتور مستمع جيد ليك فأرجوك يعني يوسف كل حاجة ولعل كمان ناس تستفيد لأمور طبية يعني ويعرفوا كمان الحقائق ويعرفوا طبيا كمان اللي كان مشكلة عنده أحمد وإيه اللي حصل في اللحظات الأخيرة بصحيتك يعني فيه فيه أمور طبعا أنا عرفتها طبعا لما أحمد بيجي لك دوت طبعا قبل الوقع دي طبعا أحمد كان متعرض لضغط وممكن هو قال هذا الكلام وكنت أنا في مدخلة مباشرة معاه هو تعرض لضغط نفسي الضغط النفسية بتؤثر على القلب وعندنا حاجة في القلب في الطب بيقول أن انت حاجة اسمها متلازمة القلب المنكسر أي شخص بيتعرض لضغط نفسي شديد ممكن يجي لمشكلة رخم اتنين أن انت عندك عوامل أخرى بتسرع في القصة دي كلها كمان أن انت المرة اللي وقع فيها دي كانت في أول يوم رمضان علشان كدوت حتى كمان من الدروس المستفادة في الواقع دي أن مفيش داعي للمشاعة تلعب أول 3-4 أيام في رمضان خلي الجسم الشخص أو اللاعب يتعود على الصيام أشكرك عشان دي النقطة كمان مهمة جدا دكتور أشكرك يعني أنا مرض يا جماعة ما بفهمش فكرة أنه هنلعب في الصيام رمضان وفي أول أيام زي ما حراك قلت كده لست الجسم ما خدش على التغيرات المفاجئة دي بالضبط أنت لازم تدي فرصة بص حديتك الرياضة دلوقتي بقت صناعة وصناعة كبيرة وصناعة مهمة سواء على مستوى الإعلامي على مستوى الأندية على مستوى الدول فبقت صناعة مهمة لازم تربط بالعلم علشان الدنيا تمشي وبعدين دلوقتي قلب الرياضيين بقى حديتك جزء مهم في الوضع الحالي دلوقتي لبناء الرياضيين صحيح ما هو الرياضي ده لو قلبه فيه مشكلة مش هيلعب خالص صحيح المهم حصل توقف القلب تنقل المستشفى في اسكندرية وتحط على جهاز التنفس الصناعي وطبعا حصل بقى توقف أجهزة جسمه كلها ودخل في غسيل وكانت وظيفة الكلف في السماء إنزيمات القلب في السماء ولكن شاءت الأخضر ربنا سبحانه وتعالى كان مدد إيده إنه هو إن رفعت تبدأ الأمور تتحسن وتفصل من على جهاز التنفس الصناعي والأمور استخرت وتنقل لنا مصر من هنا بدأت استلمناء زي ما بيقوله بدأت بقى بدأنا مرحلة العلاج والزملاء في المستشفى ستشانين الكيلة عملوا مجهود كبير أو ستشانين الرعاية وهقول أسامين ودكتور عمر سامي ودكتور محمد العياشي حقيقة عملوا مهود جبار لغاية تم الكيلة تعافت هنا بقى دخل دورنا كدكاترة قلب مجموعة دكاترة قلب كلنا علشان نبدأ نقيم حالة القلب الرفعت كانت كفاءة القلب الرفعت قبال حضرتك رفعت شخص قلبه وقف بجلطة وقعد على جهاز التنفس الصناعي قرابة 10-11 يوم كان عنده حموضة في الدم وزيف كيلة عالية وإنزيمات قلب عالية خد صدمات كهربائية على حسب ما قيل من الطبق اللي كانوا موجودين 11-12 صدمة وكل ده بيأثر على عضرة القلب كفاية القلب كانت عند رفعة 37-40% ودي نسبة قليلة جداً بخبار حيطك المهم أنت دلوقتي في ظروف طبية أنت دلوقتي بتشوف اللعب ده الأمور بدأت الراجل بدأ يستعيد وعيه بس أنت بش تسيبه كده أنت عندك مشكلة من تشعرفه فين عملنا رانين مغناطيسي على القلب بيّن أن فيه جزء في عضرة القلب ما بيتحركش في الجدار الجانبي وجزء من الجدار السوفلي لعضرة القلب طيب ويتكتب كلمة كده سطر صغير أنك لازم تستبعد أشهرين التاجية وإحنا بنمر عليه في أول ما وصل المستشفى رفعة كان عندنا يقين بنسبة 70% أن رفعة عنده جلطة في القلب حتى طلبنا من دكاترة أسادزة الكيلة ورعا المركزة أن احنا نخش به الأسطرة ونخسله بعدها تاني قالك رفعة فاضله 10% نسبة 10% أنه عدي لو شم السبغة الكلة دي هتقيه هتوقف تماما فكنا كنا وقفين يعني يعرف واحد زن أكفى حيط سد قال علي فاخد إجراء بالضبط فالمهم فلاقينا أن احنا لازم نحنا ننتظر لغاية أن الأمور تستخر وبالفعل الأمور استخرت في خلال 3 أسابيع لشهر تقريبا ودخلنا عملنا الأسطرة لقينا أن أنت عندك شريان مقفول بشكل كامل خلاص كده بقى تيقننا تماما أن رفعة كانت جلطة في القلب فعلا زي ما كنا متوقعين يبقى إذن لازم أن احنا نعمل الأسطرة رفعة في الوقت الأولين يعملنا الأسطرة تشخصية احنا عملنا له أسطرة مرتين الأسطرة تشخصية المرات التانية احنا فضلنا أن احنا نبدأ نديله أدوية نبدأ نهادي لأنك ضربات قلبه شريعة جدا نبدأ زي ما بيقولوا نهاية القلب للعملية التانية كان عندنا مؤتمر للأسطرة في أفريقيا معمول هنا في مصر وأشرب برئاسته أنا وزميلي دكتور محب ودكتور حازم خميس وكان عندنا خبر أجانب جاية قلنا نعرض كمان الحالة عليهم وكان فيه خبير إيطالي وقلنا فرصة يبقى هو موجود كمان أن يخش ونخش نعمل الأسطرة ويعمل الأسطرة برفعة ترجمة نانسي قنقر